يخرج ديفيد كرويبر كثيرا مع أحفاده إلى غابات كالهاري في هذه الليالي الهادئة في الأحراش يملك الشيخ المسن الذي يبلغ عمره أكثر من ثمانين عاما الوقت الكافي ليروي حكايات سكان الأدغال القديمة القصص تتحدث عن خلق العالم والكون والنجوم اسمعوا يا أطفال في الماضي البعيد لا تكن هناك نجوم وكانت السماء مظلمة جدا جدا ولكن وفي الظلام انظروا ما هذا الذي يصعد في السماء حينها كان أحدهم حول النار يخطط لشيء ما وانظروا ما يحدث الآن وما أفعله الآن شرارات النار تصعد إلى الأعلى والآن تقبع النجوم في مواقعها في السماء في اليوم التالي شروق الشمس في كارو شبه جزيرة في الجنوب الأفريقي وهنا كان يعيش أيضا رجال الأدغال أما الآن فهم الباحثون هنا لدراسة أعماق الكون جنوب أفريقيا جزء من أكبر مشروع فلكي لاسلكي على الأرض سكوير كيلومتر أري مشروع عالمي كبير تشارك فيه أكثر من أشين دولة مايك فولليبن باحث ألماني وعضو فريق من العلماء الدوليين يسعى للبحث في بدء الكون تصوراتنا عن نشأة الكون هي أن الزمان والمكان ولد مع الانفجار العظيم قبل أكثر من 15 مليار سنة ولا نستطيع رؤية ما يحتمل أن كان موجودا قبل الانفجار حتى بأكبر أجهزة التليسكوب وبكاميرا من نوع خاص يمكن معرفة كيفية البحث المنهجي في السماء ومهمة المشروع تكمن في التواغل إلى ما يسمى بالعصور المظلمة أي التلك التي تلت الانفجار العظيم يكلف بناء المشروع أكثر من 5 مليارات يورو ويستغرق أكثر من 10 سنوات ولا يشكل تحديد المواقع في عصر العالمة والاتصالات أي مشكلة تذكر هنا في البراري لا توجد هواتف النقل ولا أجهزة راديو الهوائيات الكبيرة حساسة جدا ويبقى مايك فول ليبن وزميله لينتسي مورغن مدة أسبوع في المحطة حيث تجرى حاليا جملة من الاختبارات وبدأ العمل في المنشأة قبل حوالي نصف سنة فقط لكنها وفرت حتى الآن بعض الصور يجب تصور أن هذه الأطباق الكبيرة أشبه ببيكسل في كاميرا رقمية وكلما كثر عدد البيكسل كانت الصورة أكثر وضوحا وسيمتلك المشروع الآلاف من هذه الأطباق ولذا نتوقع حصولنا على أفضل صور تم التقاطها حتى الآن وتصل كل المعطيات التي تحصل عليها محطة كارو إلى مركز مشروع سكوير كيلومتر أري في مدينة كيب تاون رئيس المشروع هو بيرني فاناروف يعمل حاليا مئة باحث علمي ومهندس في مشروع التليسكوب العملاق وعليهم تطوير الكثير ولا يوجد حاليا حواسيب تستوى بالكميات الهائلة من المعلومات الواردة نصف طاقة المشروع الفضائي مخصصة لصالح القارة الأفريقية حتى الآن لا أحد يعتبر إفريقيا موقعا للإنتاج العلمي لا من قبل الأفارقة أنفسهم ولا من قبل بقية العالم لدينا برنامج واسع لتدريب الطلاب ودربنا إلى الآن أكثر من 350 طالبا الكثير منهم من دول إفريقية ثم عادوا إلى أوطانهم ليدرسوا لأول مرة علوم الفضاء في بلدانهم وأصبح لدى هذه الدول برامج خاصة بعلوم الفضاء تستقطب الكثير من الشباب وإذا بدأ المشروع عمله بعد 12 عاما كما هو مخطط فإن سكوير كيلومتر أري سيكون أكثر تطورا بخمسين مرة مقارنة بالأجهزة الحالية ويعول على هذا المشروع في البحث عن إجابة لسؤال شغل بال الإنسانية منذ قرون سكوير كيلومتر أري جهاز حساس جدا قد يمكن بواسطته التقاط إشارات راديو مرسلة من قبل كائنات ذكية قد توجد في الكون إلى الآن كان ينبغي أن توجه أجهزة الالتقاط في اتجاه مصدر الإشارة ولكن بهذا الجهاز يمكننا التقاط كل الإشارات ومن كل الاتجاهات ثم نستطيع أن نوجه الهوائيات باتجاه المصدر لنعرف ما إذا كانت صادرة من كائنات ذكية في الكون مشروع التقنيات العالية في سحراء كارو يضع جنوب إفريقيا الصاعدة في مصاف الدول العشر الأولى في مجال علوم الفضاء سكان جنوب إفريقيا مقتنعون بأن سحراءهم هي الموقع الصحيح للمشروع ويقول سكان كارو إن المنطقة هادئة ليلا لدرجة يمكن أن يسمع فيها كل شيء في السماعة